صناديق النحل هي عبارة عن مجموعة من الصناديق المستخدمة في تربية النحل. تحتوي هذه الصناديق على الإطارات الخاصة بمشط العسل. وتهدف إلى تحفيز صحة مجتمع النحل وتسهيل استخراج العسل من الخلية بأقل قدر ممكن من الاتراب. دعونا نلقي نظرة على أنواع بعض هذه الصناديق. خلية لانجستروث تعتبر خلية لانجستروث من أكثر أنواع صناديق النحل شيوعاً في الولايات المتحدة. تتكون من سلسلة من الصناديق المكدسة فوق بعضها البعض وتحتوي على إطارات حيث يقوم النحل ببناء وتكوين مشط العسل. يمكن الحصول على قطع غيار جديدة بسهولة لتوسيع الخلية أو إجراء تصليحات. خلية الشريط العلوي تعتبر أقدم أنواع الخلايا وتستخدم بعض الناس هذه التصميمات لتربية النحل. تحتفظ بالنحل داخل صندوق خشبي مثلث الشكل ويقوم النحل ببناء المشط على قطبان خشبية داخله. تتيح للنحل بناء المشط لأسفل بشكل طبيعي أكثر من خلية لانجستروث هو صندوق كبير يحتوي على إطارات يبني النحل مشطه بداخله. يستخدم واحد أو اثنين منها في صندوق النحل الكبير. يحتوي عادة على ثماني أو عشر برويز لبناء الشمع وتخزين العسل. العسلات تستخدم لتخزين العسل الزائد عن احتياجات النحل. توضع فوق صندوق التربية وتحتوي على حاجز الملكات بينها. يجب أن تكون مناسبة الحجم لتسهيل العمل معها. هذه بعض الأنواع المشهورة، ويمكن تخصيص التصميمات وفقاً لاحتياجات المربي وظروف المنطقة. تأتي هذه الصناديق بأحجام مختلفة وتستخدم لأغراض متنوعة في تربية النحل. ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر